موسيقى مجهز الأنباء من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهلس تشهد واصيب عشرات الفلسطينيين ثلاثة في عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع والأربعين بعد المئة على التوالي وشن طيران ومدفعية وزوارق الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع تركزت على مدينة غزة ومحافظة رفح وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء جراء غارة صهيونية استهدفت منزلا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الحكومي وسط مدينة رفح ارتفع إلى تسعة شهداء كما شهد حي الدرج والزيتون والصبر بمدينة غزة سلسلة غارات صهيونية أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وقصفت مدفعية الاحتلال تل الهوى ودير البلح وسط قطاع غزة حيث أفادت مصادر طبية بإصابة عدد من الفلسطينيين باستهداف صهيوني لمنزل في مدينة دير البلح كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف صهيوني من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النسيرات وكان قد استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الاحتلال وقضائف الدبابات مساء الاثنين غرب مدينة غزة قالت وزارة صحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إحدى عشرة مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها ستة وتسعون شهيدا ومائة واثنان وسبعون جريح وزارة الصحة وفي بيان لها ثلاثاء أعلنت ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى نحو تسعة وعشرين ألفا وتسعمائة شهيد وأكثر من سبعين ألفا ومائتي جريح منذ سابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر كبير مقرب من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تلقت مسودة مقترح من المحادثات تتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة أربعين يوما وتبادل معتقلين فلسطينيين مقابل محتجزين صهاينا بنسبة عشر إلى واحد وأضافت رويترز عن المصادر ذاتها أنه بمجابي وقف إطلاق النار المقترح سيتم إصلاح المستشفيات والمخابس في غزة وإدخال خمسمائة شاحنة مساعدات إلى القطع يوميا وتوصيل آلاف الخيام والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين مشيرة إلى أن المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق صراحة أربعين من المحتجزين الصهاينا بينهم نساء وقصر تحت سن التسعة عشر عاما إضافة إلى كبار السن والمرضى بينما سيفرج الاحتلال عن نحو أربعمائة معتقل فلسطيني دون إعادة اعتقالهم قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحة قادة دول أوروبية برفضهم العدوان الصهيوني على مدينة رفح آخرها إعراب المستشار الألماني أوليف شولتس عن رفضه القاطع للهجوم على رفح هي تصريحة محل ترحيب لكنها لا تعفيهم من مسؤولياتهم في منع الهجوم الإجرامي عليها وفق تعبيرها حماس وفي بيان لها دعت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى اتخاذ مواقف عملية وجدية في منع الكائن الصهيوني من الاستمرار في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والعمل بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية خاصة مع استمرار تلك الحكومات بتوريد السلاح للجيش الصهيوني ليمضي في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين حسب وصفها ختام الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة